مرحبا كله. هذا هو خلد محمود. و今天 سنتحدث عن The Present Perfect Tense. إن شاء الله نرضى هنتكلم على The Present Perfect الجزء الثالث. وهنشرح The Fourth, Fifth & Sixth Usage of The Present Perfect. استخدام الرابع والخمس والستهزة بتاع مدرع التام. والكلامة تدلع عليه اللي هي Ever & Never. قبل ما نتكلم عن present perfect tense انصحك لو انت ما شفتش الفيديو الاول اللي هو part one تال present perfect انصحك ان انت تشوفه قبل ما نتفرج على بقية الفيديوهات علشان فيه introduction مهمة جدا هتوضح حاجات كتير او عن present perfect. ودلوقتي هنتكلم على formulation التكوين او او شكل المدرعة التاني. بيكاوم من have or has plus past participle. من have or has زادة التصرفي الثالث زي I have played football. he has played football. she has played football. it has played football. we have played football. you have played football. and they have played football. بالنسبة للاستخدام الرابع والخمس والسادس بتاع present perfect كلهم مشتركين في انهم بعباروا عن life experiences or lack of experiences. بعباروا عن مواقف او تجارب او خبرات مروا على الواحد او نقصة في الخبرة او المواقف او التجارب الواحد مر بيها. والكلمات الدلة بتاعته هي كلمة واحدة بتاع الاستخدام الرابع اللي هي ever. ever بتسأل سؤال هل عمرك عملت كده قبل كده? يعني for example have you ever met musala? عمرك قبلت محمد صلاح? has she ever climbed a mountain? هل هي عمرها تصلاقت جبل? has she ever eaten insects? هل هي عمرها كالة حشرات? has he ever been to london? هل هو عمره راح لندن? note ملحوظة. بالنسبة بتعبر او بنستخدمها بس فقط مع مع الاحداث الكبيرة او المواقف الكبيرة. note with the regular or familiar actions. ما بنستخدمهاش مع المواقف اللي احنا متعودين عليها في الحياة اليومية. او الافعال البسيطة اللي احنا بنمر بيها. يعني مسلا ما نقدرش نقول هل عمرك شاهد التلفزيون? باعتبر ان مشاهدة التلفزيون ديت حاجة الناس كلها بتعملها. فما ينفعش اقول مع افعال اه familiar or regular actions. يعني حاجات احنا بنعملها او متعودين نعملها كل يوم. ما نقدرش نستخدم معها ever. ever بس نستخدم مع الاحداث الكبيرة او المواقف الكبيرة اللي ممكن. الواحد تعدي عليه في حياته مرة. وممكن كمان ما نعديش عليها خالص. ما نقدرش نقول كمان هال شي ever walked in the street? هل هي عمرها مشت في الشارع? باعتبر ان الماشي في الشارع دوت regular and familiar action. ده فاعل الناس كلها بتعمله. ما نقدرش نقول هل هو عمره شير بشي? طبعا الكلام دوت مش هينفع نستخدمه. ملحوظة تانية بالنسبة لـ طبعا افر بنستخدمها زي ما احنا شايفين في في صيغة السؤال. بس برضو احنا ممكن نستخدمها في الجملة العادية. بس بشارط انها هكون جاية في صيغة التفضيل. يعني مسلا نقول this is the highest mountain I have ever seen. الجبل ده هو اعلى قمة جبل انا شفته في حياتي. فأفر هنا جت في جملة عادية ما جاتش في الصيغة السؤال علشان دي تفضيل. ممكن كمان نقول الموسكتوز is the most dangerous creature I have ever known. الموسكتوز الحشرات او في نوع معين من الحشرات هو ده اخطر. المخلوقات اللي انا شفتاها او اللي انا عرفتاها على وجه الاطلاق يعني. او البرت اينشتاين is the smartest person ever. طبعا هو شكله ما بيوضحش اي زكاء في الصورة دي بالذات بس هو زكي يعني. هو اكسر الشخصيات زكاء على الاطلاق. بالنسبة لاستخدام الخامس بيعبر عن نقص في الخبرة او التجارب اللي انا مريت بها في حياتي. اللي انا بقول لك ان انا عمري ابدا ما عملت الموضوع ده قبل كده. او عمري ما مريت بالموقف او التجربة او الخبرة اللي انت بتسألنا عليها دي خالص على الاطلاق. والكلمات الده بتاعته هي كلمة واحدة بتقول لي ابدا انا ممرتش بالتجربة دي قبل كده. على سبيل المثال اقول لك انا عمري ما قبلت محمد صلاح على الاطلاق. او ممكن كمان اقول لك هي عمرها ما تسلقت جبل. ممكن كمان اقول لك هي عمرها مكالة حشرات. او هو عمره ما روح لندن. بالنسبة لكلمة بتقول ان انا ما عملتش. فهي بتعبر عن شكل النفي. فانو نقدرش ان احنا نعمل مانا نقدرش ان احنا نجمع ما بين وما بين اه اه نط ان the same sentence. مانا نقدرش نحط ونط في نفس الجملة. يعني انا نقدرش مسلا نقول هي هي عشان ما تجيش مع احنا مش ينفع نقول we haven't never been to london. out to france. بس ممكن نقول we have never been to france. او ممكن نقول كمان we haven't been to france out to london before. احنا عملنا ما روحنا لندن قبل كده. بالنسبة بقى للفائل ما بين never و not باعتبار ان الاثنين بيعبروا عن النفي. في الحقيقة ان not it means the action did not happen in one case. maybe it happened in another way. يعني not بتقول ان الفائلة ما حصلش بس ما حصلش في جانب معين. بس ممكن يكون حصل بشكل تاني. for example. sara hasn't been to london. يعني سارة ملحتش لندن. ممكن نقول ان هي مرحتش لندن لوحدها بس رحت مع قريبها. ممكن نقول مسلا ان هي مرحتش في الصيف بس رحت في الشتاء. ممكن نقول هي مرحتش السناء دي بس رحت قبل كده. يعني لما قول سارة hasn't been to london alone. سارة مرحتش لندن لوحدها. بس ممكن نقول سارة has been there with her family. سارة رحت هناك مع عائلتها. يبقى not بتقولي ان الفائل ما حصلش في احدى جوانب الحياة. بس ممكن يكون حصل في بطريقة اخرى يعني. انما بالنسبة never it means the action did not happened at all. الفعل لم يحدث على الاطلاق. يعني مسلا لما نقول been has never climbed the mountain. been عمره ما تصلى الجبل. يبقى هو فعلا عمره ما تصلى الجبل على الاطلاق. ما مرش بالخبرة اللي احنا بنوه عليها دي خالص. يعني he has just watched it on tv. هو بس تفرج عليها في التلفزيون بس عمره ما جربها في الحقيقة. في ملحوظة تانية بتقول ان never ممكن استخدمها in the present symbol في المدارع البسيط. بعتبارها ان احنا بنعبر عن عادة او او حاجة احنا متعودين عليها بس عادة لم تحدث على الاطلاق. يعني مسلا ممكن اقول my little brother never drinks coffee. اخوة صغير مش متعود ابدا يشرب قهوة. فكلمة never بتعبر عن عادة انا معملتهش على الاطلاق. بالنسبة لاستخدام السادس بيعبر عن حاجة تجربة او موقف انا مرت بيها عدد قليل من المرات في حياتي. يعني مسلا على سبيل المثال اللي قلنا he has met Musala once. هو قابل محمد صلاح مرة واحدة. او she has climbed the mountain few times. اه هي تسلقت الجبل مرات قليلة. او she has milked a cow twice. هي اه قامت بموضوع ان هي تحلي بالبقرة مرتين. او she has collected eggs اه three times. هي جمعت البيض اه تلات مرات. في ملحوظة عايزين نتكلم عليها. اه there is differences between اه اه once and once a week. في فرق ما بين كلمة once and once a week. يا طرق ايه الفرق? تعال نشوف. once بتعبر عن حاجة او فعل حصل بس حصل مرة واحدة في الحياة كلها. يعني انا مرت بالتجربة دي مرة واحدة طول حياتي. وده بيعبر عنه present perfect tense زمن المدارع التام. بالنسبة ال once a week ده ما بيعبرش عن حاجة حصلت مرة واحدة في الحياة. ده بيعبر عن regular action repeated action. فعل اللي بيتكرر مرة واحدة بانتظام. يعني مثلا اتاك once a week. يبقى الفعل ان انا بكرره او متعود ان انا بكرره مرة واحدة اسبوعين. وده بيعبر عنه present simple tense زمن المدارع البسيط. طبعا اه لو قلنا مثال لو قلنا it was the first time he visited the farm. اول مرة هو يزور المزرعة. فنقول he has collected eggs. هو بيجمع البيض. طيب سي مسلا هو farmer هو فلاح. فطبعا هو متعود يعمل كده. فنقول he collects eggs a few times a week. هو متعود يجمع البيض عدد قليل من المرات اسبوعين. دازم من طوان present symbol. في النهاية I hope you enjoy the video. thank you and see you soon.